اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونشوف مع بعض المراجعة عبارة عن ايه مع بعض احنا معنا مجموعة من مجموعة من النمزج الامتحانات المصغارة هنشوفها كده مع مستر محمد انا هلك السؤال ومستر محمد هيبدأ يحلله للطلوة بتاعتنا ويوضحه بشكل واضح مستر محمد نبدأ مع بعض كده في بعض جمل اللي تشوز the correct answer وطبعا الجملة دي جت في امتحان سنوية عامة سنة 1986 تفاضلين عندنا هنا هنا اي نقط giving speeches giving speeches معرفين طبعا speeches معنا خطب بلقي خطب يعني كده او حديث او حديث جاي من كلمة طبعا اللي هو الverb speak speak الناون منوي speech هنا عندنا طبعا بيقول I used get used to is used to uses to طبعا احنا عارفين كل الطالب عارفة used to يبقى يجي بعدها المصدر طيب هنا احنا ما عندناش هنا مفيش infinitive هنا طبعا gerund verb زائد ing طبعا هنا ناخد ايه احنا عارفين ناخد verb to be بعد كده used to لو لو احنا present يبقى am is are get gets لو past يبقى was were got تمام يبقى هنا طبعا انا بختار ايه طبعا اي طالب هيجر بسرعة يقول is used to طيب ماشي طبعا ايه ما بتاخدش از لو ام اوكي مفيش مشكلة طب هناخد ايه دلوقتي عندنا الاجابة الصحية اللي عندنا i get used to يعني معناها ان انا متعود على get used to يبقى الاجابة number b number b get used to تمام sentence number two بتقول معاز quickly not himself as a powerful member of the new company تفضر سبحان معاز quickly himself as a powerful member of the new company made did established created طبعا ده احنا خدناه في unit one معاز شهر نفسه عمل لنفسه اسم ke powerful member of the new company كعضو اساسي او عضو بارز في الشركة يبقى هنا طبعا هناخد ايه اللي بيجي معاها as اللي هي كلمة established make himself famous ده طبعا الميننج بتاع كلمة established لو انا مش عندي كلمة as كنت خدت ايه made made himself a powerful لو ما فيش كلمة as لكن هنا طبعا عشان فيه كلمة as يبقى established جميل sentence number 3 بتقول tamer left for england in nineteen ninety he hasn't come back not at his departure وطبعا الجملة دي جات في السنوية عامة سنة 1984 تمام هنا طبعا الجملة هنا present perfect مدرع تام بيسألني كده tamer left for england in nineteen ninety he hasn't come back مرجعش his departure his departure is the start of the action يعني بداية الحادث من ساعة منذ رحيله من ساعة رحيله مجاش يبقى ايه طبعا هاختار عندي still for since وعندي ago طبعا احنا بنستبعد ago احنا هنا tense عندي هنا hasn't come ده present perfect مدرع تام بس تبعد ago ما عنديش بردو still نفس الكلام يبقى في for since احنا عارفين طبعا ان since بيجي بعدها start of the verb بداية الحادث نقطة البداية يبقى ايه since اللي اجابة صحيحة طبعا هنا number c اللي هي كلمة since مضبوط جميل sentence number four بيقول لي what's your plan for the next Ramadan بعد كده question mark وبعد كده I know at عمرة تمام دي جات طبعا في ابتحان الازهر 2014 what's your plan for the next Ramadan هنا بيسني على my plans خطتي يبقى انا my intentions اللي انا ناوي علي اللي حطه في دماغي الشيء اللي انا I'm thinking of اللي انا بفكر فيه يبقى هنا طبعا بستخدم طبعا بتكلم على future next Ramadan يبقى هنا طبعا عندي ايه ده مش قرار سريع بس انا على خطط اللي انا ناوي ان انا عملوه طبعا يبقى الإجابة الصحيحة I'm going to perform انا هؤدي عمر ان شاء الله يبقى ايه I am going to perform number d number d تمام sentence number five بتقول he not the worst time of his life in the prison he not the worst time اسوأ وقت في حياته in the prison في السجن طبعا هنا عندنا الإجابات experienced appreciated celebrated graduated graduated لما نيجي نحل الإجابات طبعا الإجابة صحية طبعا experienced معناها جرب احنا عارفين طبعا خدنا في unit one ان كلمة experience as a noun means خبرة تمام اوكي او طبعا هنا experienced هنا بقى verb بمعنى يجرب او يمر بي يبقى هنا he experienced the worst time of his life in the prison يعني اتجرب او مر باسوأ وقت في حياته in prison في الايه في السجن تمام تمام نشوف مع بعض الصفحة رقم اتنين page number two مع بعض وننتقل هنا بقى ايه على بعض الاسئلة على the prisoner of zender احنا عاملين التستس كوكتيل اه انا بنجيب عشان ما يبقاش فيه بوردن ملل يبقى شوية كده وكده عشان يبقى فيه نظرة over all view نظرة شاملة وانا بقى اقول بقى لكل طلبتي مشان حل تشوز بس مش حل قصة بس مش حل translation بس لازم يبقى انا عندي over all view الانجليزي احنا قلنا الدرجات بتاع توزعناها نضرب على كل الانواع الاسئلة وانت بتحل تمام نبدأ كده نبدأ مع the prison of zenda والسؤال بيقول why did rossendill feel sorry for the joke why did rossendill feel sorry for the joke يعني ليه rossendill شعر بالاسف او صعب عليه باللغة العمية بتاعتنا Duke Michael احنا عارفين طبعا وين rossendill went to the end لما روح للحانة وست قالت له we want Michael to be our king because he left with us انه عيش بوسطينا we all like him احنا كلنا بنحب because he left all his life with us عيش طول حياته معنا and he cared about us but we don't know the king احنا مش عارفين الملك because he left all his life abroad انه عيش طول حياته برا فهنا راسندل بقى فيل او sympathized with the king with Michael يعني ايه تعاطف معاه وقال I'm sorry for the joke صعبان على يا Duke but it's the right for the older brother to be the king لكن الحق الاخ الكبير هو اللازم بقى الملك فهنا السؤال بيقول ليه تعاطف معاه الإجابة هنا بيقول number A as his brother was older and would be the king as many people didn't want him to be the king ناس مش عايزها يبقى الملك as the king would take zinda from him يعني الملك هياخد zinda منه as he had black hair واللي هو عشان عنده شعرس طبعا اللي جابة صحيح number one اللي هو عشان أخوه الكبير هيبقى الملك والناس بتحبه يبقى number A as his brother لأن أخوه was older أكبر and would be the king وهيبقى الملك تمام احنا طبعا عارفين أسئلة critical thinking اللي هي open questions يعني أسئلة مفتوحة أنت بتجاوب من عندك بس ايه throw the context يعني من خلال النص بتاعي يعني ما يجيب ليه سؤال وراء جايب حاجة بعيدة خالص لا هو كده بيسألك عن your opinion رأيك الشخص فدائما زي بقولنا قبل كده أنا بقول I think وأقول بقى الإجابة بتاعتي طيب يعني بيسألي ليه روبرت اللي هو Lord Burlesdon عنده صور بتاع إيماليا راسندل اللي هي جدتهم الكبيرة and her descendants وأحفدها يا ترى ليه هو ما قالش في القصة طبعا هو مش قال في القصة ليه مش قال في النص ليه أنا بقى أتخيل هنا طبعا كل أسئلة critical thinking عايزة imagination لازم خيال في الأول طب أولي يعني أنا مثلا حاطت صورة جدي صورة جدتي يا ترى ليه عشان بحب جميع عشان I'm proud of them أنا فخور بي I want to remind my children of them عايزة أذكر أولادي بيهم كده يعني ممكن أقول كذا إجابة جميل خلنتقل لسؤال translation الترجمة ونشوف مستر محمد كده يحاول يوضحه لنا على البورد للطلبة تمام يقول كده أوتزم makes it very hard for the children to express themselves either with words or through gestures facial expressions and touch هنا طبعا ده طبعا زي ما قلنا في translation في الترجمة من from English into Arabic إحنا زي ما قلنا بنبدأ في الأول بالverb عشان إحنا عندنا الجملة فعلية هنبدأ كده في الأول نقول أوتزم يعني مرض التوحد أو اللي هي المرض النفسي دوت عند الأطفال makes it very hard for the children خلي في صعوبة الأطفال to express themselves إن هم يعملوا إيه؟ يعبروا عن نفسهم either with words إما سواء إحنا أخذناها إما أو أو ممكن تقول سواء بكذا أو بكذا سواء بالكلمات or through gestures الإشارات دي جي السنوية عامة بلي كده في قطعة gestures official expressions يعني تعبيرات الواجه تمام and touch قول إيه؟ واللمس يبقى لما نجي بقى نزبطها بقى على بعضها نقول إيه؟ نقول مثلا مرض التوحد يجعل مرض التوحد صعب على الأطفال أن يعبروا عن أنفسهم سواء بالكلمات أو من خلال الإشارات وتعبيرات الواجه أو اللمس بطريقة سهلة كده أستاذينا كمستر محمد تكتبها لنا بالعربي على السبورة بحيث تبقى أوضح بالنسبة للطلوة بتاعتنا التوحد يجعل يجعل التوحد يجعل التوحد من الصعب بالنسبة للأطفال أن يعبروا عن أنفسهم عن أنفسهم سواء باستخدام فيه هنا على طالب هيقول لي مفيش كلمة استخدام ديت عادي مفيش مشكلة ممكن نحطها من عندنا يا ما المهم أن أنا ما أنا قص أزود ماشي لكن أنا أنا قص باستخدام الكلمات 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 أو أو من خلال الإشارات الإشارات وتعبيرات الوجه أو حتى اللمس طبعاً أنا هنا كلمة برضو أو حتى ديت أنا مش موجودة عندي بس أنا ممكن نحطها برضو أتحلي الكلام عندي كروابط آه كروابط تمام أستاذينك تيرى الجملة إن إنجليش تاني تمام يباول كده أتحلي الوطب تمام أتحلي الوطب تمام أتحلي الوطب أظهرت بيكيتشورز يعني صور سور of the new weapons أسلاحة جديدة and military equipment والمعدات العسكرية acquired by the Egyptian army اللي هي المكتسبة أو التي يحصل عليها الجيش المصر تمام تمام يبقى نقول كده لما نيجي بقى نترجم نبدأ بقى زي ما قلنا بالفيرب أحسن يبقى نقول نبدأ إزاي فين الفيرب هنا أدور على الفيرب اللي هو displayed اللي هو أظهرت أظهرت المناورة العسكرية الأخيرة لمصر صور للأسلاحة الجديدة والمعدات الحربية التي يمتلكها أو المكتسبة عن طريق الجيش المصر نكتبها كده أظهرت المناورة المناورة العسكرية الأخيرة المناورة العسكرية هنقول مثلا هنا عشان طبعا المصرية العسكرية المصرية الأخيرة صوراً 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 للأسلحة الجديدة والمعدات العسكرية التي التي يمتلكها الجيش المصري تماماً نقرأ لهم الجملة تانية إن إنجليش تماماً عن طريق الجيش المصري تماماً طبعاً صبح رقم ثلاثة مع مستر محمد نرجع تاني لجملة choose the correct answer تماماً سنتنس نمبر وان بتقول when he knew the book he gave it to his friend هنا في الجملة نمبر 2 برضو بيعالج فيها طبعاً التنسز الأزمنة when he knew the book he gave it to his friend لما أرى الكتاب عطال صاحبه طيب هنا عندنا في choices عندنا read read who's reading is reading has read أول حاجة إحنا بنستبعد زمن الجملة كده post ماضي جملة الجزء التاني فيها ماضي يبقى أنا بستبعد طبعاً present خالص لأنه منفعش نص الجملة يبقى مضارع مع الرابط نص التاني يجي post منفعش بالعقل كده تمام يبقى أنا بستبعد is reading وhas read يبقى أنا عندي دلوقتي انحصر عندي الكلام بين read was reading طب تعالي نشوف كده في المعنى أثناء ما كان بيقرأ الكتاب أعطاله زميله لا طبعاً انها منفعش بعد ما أرى وخلص يبقى إيه read نحن عالفين طبعاً الباست سيمبل ده فعل ended انتهى in the post أو زي ممكن بردو ما كانوا post perfect الماضي التام بردو فعل انتهى خلص يبقى هنا طبعاً ناخد إيه read when he read the book لما أرى الكتاب he gave it to his friend اللي جابة number A letter A جميل سنتنس نمبر 2 بتقول عمر نقط a speech in the morning assembly هنا number 2 بيقول عمر ألقى خطبة speech لسه أخذينا في التست اللي فات in the morning assembly في طابور المدرسة الصباحي طابور الصباح هنا طبعاً احنا أخذنا فيه unit 1 اللي هي طبعاً الأفعال بيتيجي مع بعض الكلمات المعينة المقترنا ببعضيها make و do تمام فهنا طبعاً نشوف speech ألقى خطبة اللي هي طبعاً made a speech made a speech اللي هي معناها يلقي خطبة الإجابة number a جميل تمام sentence number 3 بيقول as I was walking home that night I know it and robbed of my money تمام هنا في number 3 بيقول برضو بيعالج الأزمنة as I was walking home that night وأنا مروح I know it and robbed تمام of my money طيب طالب كده بيقول وأنا مروح بيجي بعدها ماضي بسيط خلاص يبقى هناختار مين stopped مش هينفع ماضي تايم لأن أنا وانا مروح لو بس لقاعدة as أو لو خد خد as ووايد مثلا بعدها ماضي مستمر ونحط تاني ماضي بسيط تمام بس هنا لازم يركز في المين يعني هنا مش كل حاجة أن أنا أشوف وي لا أخد ماضي مستمر لا أخلي بالي باردو من المين المعنى بتاعي وأشوف الجملة قراها مرة واتنين وأشوف إيه هو عائز جميل طيب يبقى أنا هنا لو قلت stopped أنا وقفت وسرقت فلوسي إزاي طيب منفعش سرقت فلوسي إزاي سرقت يبقى أنا لازم تبقى مبني المجهول بسب يبقى لازم تبقى كده يبقى ووز stopped وقفت جميل تمام يبقى لتر A تمام هنا ماي ماذر أسكت طالب 8 هاو ماتش أو سألتني قد إيه أنا دفعت قد إيه فور زا تيكتس للتزاكر إحنا عرفين طبعا إن كلمة بي طبعا اللي هو البريفوزيشن اللي بيجي معها فور يدفع طبعا اللي جاو صحيح هنا number C اللي هي فور زا تيكتس بي فور زا تيكتس يدفع فلوس التزاكر إحنا عندنا ممكن بي ييجي معها لكن دفعت فلوس حاجة أكل مثلا أنا أقول I paid for the food لكن I paid to the manager دفعت الفلوس للمدير يبقى بيت to أشخاص اللي هي الأشياء أيوة something جميل sentence number 5 بقول when I arrived home the match I watched every minute of it تمام بقول هنا when I arrived home برضو الجملة دي عايزة شغل لما وصلت البيت المتش المباراة كذا بدأت I watched every minute of it شاهدت كل ديئة فيها طيب أنا هنا يبقى أنا دلوقتي بس النفس سؤال أنا وصلت يعني المتش بدأ الأول ولا أنا اللي وصلت الأول المتش بدأ لا أنا وصلت الأول طمام أنا وصلت الأول المتش بدأ لأنني أنا تفرجت علي كلهم تمام تفرجت وما مفت شوية دقيقة فيه طيب أنا لو أنا خدت كلمة start start تنفع الأول واحدة أول choice قلنا لما تنفعش ليه في النص مش منطق طب started وفيه had started هنحزف طبعا هذا started لأنه قلنا ما ينفعش مضارع منحزف هذا started وإيه start يبقى started وhad started نسأل نفسنا بقى difference between past perfect و past simple past perfect آه فعل حدث الأول تمام وبعد كده حدث فعل تاني بعده طيب لو أنا بقى خدت past perfect معنى كده أن ده بداية المباراة هي اللي بدأت الأول والماضي التام هو اللي حدث الأول يبقى الماضي يبقى الماتش الماتش بدأ الأول مع كده أنا ما شفتش فاتني منه حاجات يبقى أنا لازم أخد started اللي هو لما يجي فعلين ماضي ورا بعد يبقى الأول ده الأول بعد الرابط والتاني هو التاني when I went home لما روحت البيت I slipped نمت لما روحت الأول بعد كده نمت بدون طبعا period فاصل زمني بيحصلوا ورا بعد على طريق يبقى هنا الإجابة طبعا أيوا هنا الإجابة طبعا نمبر A نمبر B اللي هي كلمة started تمام ننتقل للصفحة رقم أربعة بيجي نمبر فور ونرجع لسؤال زابريز نارفزين دا أسئلة عن القصة تمام السؤال الأول choose the correct answer بيقول لماذا رسندل لدي رسندل لدي رسندل لا أهمية في أن يكون رسندل طبعا لماذا رسندل لدي رسندل لدي رسندل لدي رسندل لا أهمية في أن يكون رسندل نحن عارفين طبعا رسندل لما عرضوا عليه طبعا لما قالوا you should be the king because the king was in a coma لأن الملك كان في غيبوبة لازم أنت تبقى الملك لهم no the king won't forgive me مش هي سمعني I am not I am English أنا أنجليزي يا جدعي أنا مش هينفع فرد عليه من فريتز وقال له لأن لغتك الألمانية جميل آه يعني اللغة سريمة جدا بتكلم زينا ألماني فسيبك من إنجليزي دي شوف لك حجة تانية غير ديت فطبعا هنا الإجابة منقول هي دي الإجابة نمبر إيه إن عشان لغة الألمانية طيب بكوز هز ناشنالتي وز يوربيان لما كلام ده ما تذكرش بكوز هز بوك أثر يوربيان لانجججز بتكلم لغات أوروبية أخرى لأ بكوز هزي ودن تريد آت بروميسز ان انجليش هن هو مش هيقرى الحاجات بالإنجليزي طبعا ده مش الإجابة الإجابة اللي تذكرت طبعا إنزا تيكست بكوز هز جيرمن ووز بيرفكت لأن لغة الألمانية لغة سليمة بتكلم فلوانت فلوانت اللي بيتكلم بطلق نشوف السؤال الثاني اللي هو كريتكال سينكينج بيقول سؤالي أنا بيقول إزاي عامل راسندل كأحد رايبه يعني الرجل اللي عمله كده قريبي هنقول أول حاجة رأحب بي لما قابله في الأول إنزا فوريست في الغابة هي طبعا تريتد هم تو دينر تريت يعني يعزم تريت لها يعامل ويعالج معنى طبعا يعزم لها معنى تاني يعني يعزم تريت تو هي تريتد هم تو دينر يعني عزموا على العاشر آه لازم إيه قال له لازم ما تمشيش يو شودينت ليف ناو لما سابتوا فريتز قالوا له لأ هي مصنت جو وز أس توزا كورنيش فعش يروح معانا كورنيش بكوز يلوك ديكيو لأنه شبهك بالزبط قال لهم إيه قال لهم لأ هي شود هاف دينر وز مي لازم إيه إيه يتعاشى معاه الأول فكده عاملوا كإيه أحد قريبهم رحب بي ولكم ديمينزا فوريست هنتدريد هم تو دينر وعزموا على إيه على العاشر جميل عايزين من حضراك برضو توضح لنا سؤال الترجمة ده برضو على الصبورة تمام مفيش مشكلة أول كده عندنا بيقول في أول واحدة بيبل بيبل شود يجب الناس على الناس أن بيليف أن يؤمنوا أيها قوة إمكانياتهم الداخلية التي أحيانا تفعل المعجزات تمام يجب على الناس على الناس هو أن يؤمنوا يؤمنوا ب قدراتهم الداخلية والتي أحيانا يمكن أن تفعل المعجزات المعجزات تمام جميل تمام عندنا الجملة بقى from Arabic into English نتعرض ملايين الأطفال للعنف والتنمر والتهديدات في مدارسهم وفي محيطها مما قد يؤثر على صحتهم البدنية والعاطفية على امتداد حياتهم برضو دي من الجمل هي يعني سائدة وإيه قريبة وخصوصاً كلمة التنمر من الكلمات المشهورة إعلامية اليومين دوية تمام نبدأ كده نقول هنكتبها كده مع بعضينا نقول كده مليونز هنمسح كده مليونز of children يعني ملايين الأطفال طبعاً إحنا إن إنجليش بنبدأ كده في الأول بي السوبجيكت زي طبعاً عكس الكلام من Arabic نبدأ بالسوبجيكت زي ما خدنا قبل كده وبعد كده يبقى نقول كده مليونز مليونز of children are exposed to معرّدين li violence العنف هادي كلمة التنمر اللي هي bullying البلطقة أو التنمر and threats threats in and around يعني في أو في محيط around schools المدارس that may affect their hay asr affect their yu asr ala their physical and emotional health throughout 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 their lives خلال حياتهم خلال حياتهم ننتقل لبيج number 5 مع test number 3 تمام ونرجع لسؤال choose the correct answer ثاني sentence number 1 مع مستر محمد بتقول the man from noat you boot this camera is waiting outside الراجل اللي اللي انت اشتريت منه الكاميرا مستنيك بره طيب انا هنا ببص طبعا هنا بيسألي على relative close اللي هي دمائر الواصل طيب انا ببص كده دمائر الواصل ببص للكلمة اللي هي قبل space قبل النقط عندنا كلمة man يعني الراجل عاقل يبقى انا بختار طبعا على اساس الكلام ده عاقل يبقى باستخدم who او whom او that والكلام ده كل بس خلي بالك خلي بالك عندنا هنا في from يعني عندنا في هنا preposition حرف جر طب وحروف الجر مينفعش حطها قبل كلمة who ده مينفعش يبقى انا هنا طبعا الاجابة الصحية كلمة whom يبقى الراجل اللي انت من وشارية الايه شارية الكاميرا is waiting outside يبقى number b او letter b اللي هي كلمة whom تمام جميل sentence number two almost not car in the car park was old تمام almost car in the car park was old تقريبا كل عربية في العربيات اللي بره ديت was old قديمة طبعا هنا عندنا اول حاجة ببص طبعا اللي هي qualifiers ديت كلمة all او بحللهم كلهم كده عندنا each بيجي بعدها مفرد every بيجي بعدها مفرد all بيجي بعدها جمع تمام كلمة both بيجي بعدها جمع طيب يبقى انا هنا الاجابة هتنحصر عندي يا اما each يا اما every يا دا يا دا طيب احنا خدنا ان فيه بعض ال ال adverbs الاحوال زي almost practically كلمة never او كلمة almost وكلمة practically الكلمات ديت اقول adverbs بيجي بعدها every يبقى هنا الاجابة الصحيحة طبعا almost every car تقريبا كل عربية برا اديبة جميل تمام sentence number 3 بتقول space of the children received a special gift all of them all of them were very happy تمام not of the children received a special gift all of them were very happy كلهم كانوا سعادة طيب لما نيجي كده نشوف طبعا كلهم ييجي بعديهم both of يعني كلهم بيجي بعديهم both of ييجي بعديها off neither أو neither ييجي بعديها off every which كلهم بيجي بعديهم off لا في واحدة فيهم ما ينفعش ييجي بعديها off على طول هذه هي كلمة ايه every فيش حاجة اسمها every of تمام اسمها every one of يبقى أنا بستبعد كلمة every طيب تعالا كده نشوف بيقول كل واحد من الأطفال استلم جايزة أو استلم هدية all of them كلهم were very happy كانوا سعادات آه كلهم كانوا سعادات طبعا أنا لو أنا قلت كده neither neither ما تنفعش في المعنى تدي نافي نه تدي نافي لأن أنا بقول كلهم كانوا سعادات يبقى لو قلت خدت نايزر يبقى ولا واحد فيهم خدت جايزة يبقى وسعادات ازاي فطبعا نايزر ما تنفعش معها في المعنى طب كلمة both كلاهما أنا بتكلم على اتنين بس أنا قايل في آخر الجملة all of them كلهم يبقى أنا بتكلم على جامعة يبقى الإجابة الصحيحة كلمة each كل واحد من الطلبة أو كل واحد من الأطفال خدت جايزة وكلهم كانوا سعادات يبقى الإجابة طبعا letter a اللي هي كلمة each جميل sentence number four we have got two hands each of not has five fingers تمام إحنا عندنا we have got two hands عندنا إدين كل واحدة فيهم has five fingers رجعنا الدمار الواصل تاني كل واحدة فيهم each of them معروفة بس استنى إحنا هنا الجملة ديت هي دي جملة واحدة عارف شايف كلمة each كده معمولة small يعني كل دي جملة واحدة مش جملتين فاصل بينهم بنقطة تمام يبقى هنا باختار يعني هنا جملتين متوصلين ببعض صحيح كده مش فيه هنا ما فيه مش فاصل بينهم بحاجة متوصلين ببعض يبقى أستخدم ضمير وسط ده which each of which كل واحدة فيه تمام طب لو أنا عندي هنا بقى لو بدل الكومة ديت full stop وعملت each كده يبقى 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 لما يبقى جملتين بحط ضمير شخص لما وصل الجملتين بعض أشيل ضمير الشخصي أحط ما كانه ضمير وصل جميل فهنا الجملتين متوصلين ببعض يبقى يبقى وصلهم ببعض يبقى of which أو of whom على حسب هي بتشير إليه هنا بتشير إلي الإدين الإدين غير عاقلي يبقى each of which جميل تمام علي يتخانق مع بالطاجي نقطة body جسمه is twice as big يعني قدى عليه مرتين يبقى who's body لجسم ما ينفعش أقول الذي جسمه كده لا who's body لجسمه ملكية تمام يبقى اللتر number D D طيب سنتز number 6 بتقول I have not a little money that I can't buy any of the things I need تمام أنا معايا فلوس ألي لدرجة إن أنا ما شاريتش الحاجات اللي أنا حايزة طبعا أنا عندي هنا في I have such such little I have not a little money that I can't buy any of the things I need طبعا هنا نختار such وفي طبعا في كلمة عندي طبعا such a ما ينفعش كلمة two طبعا وما فيش حاجة اسمها two little that لازم بختار that بيجي معاها كلمة such عندي such a وكلمة such احنا طبعا عارفين ان so بيجي معاها many so many so few يعني قليل جدا و so little لكن لما اقول احط طبعا little وماني بعديها little money يبقى هاختار هنا طبعا such a little money تمام تمام ننتقل للصفحة اللي بعد كده page number 6 صفحة رقم 6 وعندنا هنا طبعا dialog وطبعا انتوا عارفين طلبتنا العزاء ان dialog لازم اقرى ال dialog مرة واثنين بحيس اكون فكرة عامة عنه وبعد كده ابدأ اشوف ال space المفروض اللي انا اكمير نشوف كده مستر محمد حاول توضح لنا dialog ده نتعامل معه ازاي طبعا انا عندنا زي ما قلنا احنا لازم نقرى طبعا the dialog in a hole يعني كل مرة وعدة وبعد كده ببدأ ان انا ااخد فكرة فكرة او اتنين مع بعض كده واشوف ايه ماشي ازاي اول حاجة انترفيور اول حاجة اللازم العنوان بتاع ال dialog الاول بيقول سالم علي is being interviewed for a job بيجرم معه حوار for a job at Sheraton Hotel في فندق طبعا Sheraton مشهور انترفيور الوظيفة سأل سؤال yes I have when I was a student وانا طالب I worked as a waiter اشتغلت جرسون at Auburn Auburn Hotel during my summer vacation أسناء أقاس للصيف سأل سؤال I see and did you enjoy working in the hotel طبو انت استمتعت بالشغل هناك قال له حاجة سأل سؤال ثاني I enjoyed meeting a lot of different people استمتعت بمقابلة ناس كتيرة يبا هو استمتعت لا ها ما هو قاله وانا بيفسر له تمام جزء من إجابة السؤال كده يا ما أنا باخد فكرة كده وانا شغال وانا ايه بنقرأ كده الديالوج a lot of different people and being part of a team وكنت عضو في الفريق قال حاجة ورد عليها بحاجة تانية دي بقى أصعب حاجة انه يجيب لك اتنين نقطة وارا بعد تمام انت مش عارف انت نقطة فوق نقطة تحت يبقى سؤال الإجابة بتعرف المعلومات لكن اتنين نقطة وارا بعد دي حاجة تانية وضحه ازاي تعلمته طيب طيب هواياتك والرياضات اللي انت بتحبها قاله اي بلاي تينيس وكملوا الحاجات طيب تعال كده نرجع تاني نجيب واحدة واحدة احنا خدنا كده فكرة عامة الراجل بيتقدم له وظيفة وبيسأله عن حاجات احنا ايه شفنا هنا سأل سؤال قال ييس اي هاب اه وانا طالب اشتغلت اي وور كده ازا ويتر يبا هو سأله قاله ايه قاله اي هاب انا امتلك كان سأله قاله ايه هل انت عندك ايه خبرة هل انت عندك خبرة في مجال دوت يبقى هل انت عندك خبرة خبرة في المجال دوت هل عندك خبرة في المجال دوت او طبعا بنت عمل في مجال دوت او في مجال تمام هل انت ش li Affot me before هل أنت اشتغلت في فنادي قبل كده؟ تمام قاله إيه؟ يس I have وعندما كنت أستمتع I worked as a writer a waiter at the open hotel during my summer vacation I see and did you enjoy working in the hotel؟ إحنا قلنا بقى وإحنا بنقرأ هو استمتع ولا لا؟ آه يبقى يس I يس I يس I dead هنا اللي يجي السؤال طبعا بقى أتدور عليه dead يبقى إيه؟ يس I dead آه استمتع سأله سؤال قاله I enjoyed meeting a lot of different people and being part of a team يبقى سأله قاله إيه؟ إنت استمتعت بإيه؟ مزموط أو إزاي استمتعت؟ ممكن كده أو كده How did you enjoy it؟ إزاي استمتعت؟ What did you enjoy اللي استمتعت بي؟ اللي استمتعت بي؟ What did you enjoy in your past job؟ إيه اللي إنت استمتعت فيه بالوظيفة بتاعتك السابقة؟ هيقل له كده I enjoyed meeting a lot of different people and being part of a team جميل نيجي بقى للسؤالين بتاعتنا اللي إحنا قلنا عليهم يعني يعني عايزين شغل قال حاجة رد عليه بحاجة قال له How did you learn them؟ إزاي تعلمتهم؟ هو بيتكلم على learn إيه؟ English and Germany يبقى هو فوق سأله إيه؟ خيالك بقى يشتغل؟ أكيد سأله عن الحاجات دي الإنجليزي والإيه؟ الإنجليزي والجرمان طب رقم أربعة ديت هي مش ناقص علامة استفهام؟ مفروض بي مش قوله أنت بتتكلم لغات؟ آه بتتكلم كذا وكذا طب إزاي تعلمتهم؟ تعلمتهم من يبقى كان كيدي السؤال في رقم أربعة ده سؤال أنت بتعرف تتكلم إيه؟ بس هو مش حاطط إيه؟ question mark آقف يعني حط أنا من عندي؟ لأ مش تحط إنت من عندك أعمل إيه؟ إحنا قلنا طبعا لما يبقى أنا عايز سؤال وهو مش مديني question mark أعملها كأنها polite request أقول I want to know اللي احنا خدناها بقى في الغير مباشر indirect أنا عايز أعرف I want to know what languages اللغات يذبك I want to know بدل ما أقول what languages do you speak كده بقى question لازم نحط question mark آه لما نعملها بقى طلب مؤدب بالصيغة دية هنتحايل بقى كده نروح نجايبين فاعل وفاعل يبقى I want to know سهلا هي I wonder I want to know I wonder وبعد كده what حط أدات الاستفهم وبعد كده جملة عادية فاعل وفاعل what languages هذه ده السؤال هذه ده question mark question word الكلمة الاستفهم what languages you speak مش do you speak لا you speak اللي انت بتتكلمه وشي الفعل مساعد خالص جميل تمام يبقى what languages اللغات you speak تمام تمام فهيرد يقوله ايه ببديه كده اللي هو تكلم عنهم تحت اللي هو English and German تمام وإيه كمان بس هو خلي بالك عايزك تبقى more accurate تبقى دقيق جدا هو هنا سألك على حاجتين لو انت قلت له tennis and football عزيزاني ما ناس كتير عزيزاني تيجي في دمخ فوتبول تمام هو بيسألك على hobbies هواية كده الاثنين الرياضة الاثنين الرياضة يبقى أركز خالص يبقى أول مثلا tennis and drawing والرسمة writing تمام أي حاجة تانية collecting stamps أي حاجة يبقى احنا خدنا هنا في المحادسة عندي كده في حاجتين لقطتين لازم نخلي بنا منهم أول حاجة إننا لما يجيلي كده جملة وانا عايز السؤال بستخدم I want to know I wonder أداة استفهم وبعد كده فاعل وفاعل نحطش فاعلة مساعد خالص تمام ننتقل لسؤال translation we should resort to desalinating يجب أن resort to معناها يلجأ إلى يجب أن لجو إلى desalinating the sea water تحليت تحليت مياه البحر إننا طبعا نحلي ماء البحر اللي يعني نحولها from salted water into fresh water لماية عزبة أيوة as one of the most important means كأحد الإيه means يعني وسائل أيوة to solve the problem of water لحل مشكلة نقص المياه نقص المياه تمام تمام نكتب كده هو يجب اللجوء لتحليت المياه مياه البحر مياه البحر مياه البحر كأحدى الوسائل المهمة لحل مشكلة نقص المياه مشكلة نقص المياه تمام؟ نقص المياه نقص المياه 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 كأحد الوسائل لتحلي المياه المياه أو المياه نقص المياه جميل تفضلوا ننتقل للصفحة اللي هي بيتجو نمبر سيفن صفحة رقم سبعة مع تيست نمبر فور ونرجع لسؤال تشوز رقم سبعة نفي سابعة مياه هؤلاء إيجابة سبعة veteran اللي احنا اخدناها في الوحدة اللي هي طبعا معناها مفتش او موجه كده يبقى طبعا اجابة صحيحة هنا طبعا لتربي انسبكت تمام سنتنس نمبر تو the house not i live in is really comfortable تمام the house البيت i live in اللي انا بعيش فيه is really comfortable يعني طبعا مريح هنا طبعا عندنا house طبعا ده مكان مكان تمام اوكي اللي انا بعيش فيه لازم قلنا المكان عشان اختار كلمة where طبعا كلنا هنروح على كلمة where عشان اخد كلمة where بعد المكان لازم طبعا يكون معنى الجملة اللي بعده الذي يحدث فيه او منه او عليه غير كده يبقى مش هتختار where تمام يبقى هنا طبعا i live in الذي يحدث اقول لا انا بعيش فيه طبعا اخد where ماشي بس يبقى معناها الذي يحدث فيه بس من غير حرف جر من غير فيه او منه او عليه دي ال preposition اللي هو in اوه مينفعش يبقى موجود يعني لو ينفع كده all the house where i live يبقى طبعا هنختار كلمة ايه which تمام sentence number three you have to not your spending to your income اوه لازم ان انت تناسب مفروض هنا عايز verb طبعا you have to spending مصاريفك مع دخلك يبقى تناسب ده مع ده توازن ده مع ده اللي هي طبعا ال verb هنا اللي هو كلمة ايه suit تناسب ولو فيه balance ماشي جميع مام sentence number four the house noot i built is really comfortable البيت اللي انا بنيته مريح هنا بقى هنرجع للكلام اللي انا كنت بقوله من شوية لازم يبقى معنى الجملة اللي هيحدث فيه i built الذي بنيته فيه معنى اللي هيحدث فيه لا يبقى نختار مين هنا ويعتبر بقى something شيء انا ايه اوصفه يبقى غير عاقل يبقى which يبقى the house which i built is really comfortable sentence number five i know at first in the english exam last week او انا طلحت الاول في امتحان الانجليزي السبوع اللي فات يبقى معنى هنا اه يطلع الاول التاني التالي يبقى came first طبعا الليتر ايه هي came first معناها اه يطلع الاول او يحقق مركز الاول تمام جميلة مستر محمد في نهاية حلقتنا طبعا بنتمنى ان اطلبنا الاعزاء يكونوا استوعبوا كل الفنيات اللي احنا كلمنا عليها وبعض التراجم اللي اكتب على current events واهم الجمل اللي على البوكاب وعلى الجرامر بتاع نص المنهج بالاضافة الاهم الاسئلة على سؤال اه اه قصة البرزجنة في زين ده وفي نهاية الحلقة بنشكر مستر محمد وان شاء الله نتقل لحلقة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة توك contracts شكرا oldie شكرا